أذكر واحد من الشباب قدرس في ثاني ثانوي يعني عمره يمكن 17 تريباً لكن الشاب صالح صالح يعني في صلاح ذاتي في بعض الناس يكون مثلاً مستقيم ملتحي لكن أحيانا قد لا يكون عنده تعبد كثير بينه وبين رب العالمين قيم ليل وكاء وشوع يعني ما في تلك الصلحة القوية صاحبي هذا على صغري سنة إلا أنه حافظ القرآن وكان بدأ يحظل صحيح المسلم وصالح الولد صالح يعني فيه خشية وقدر تلاه الله بضعف شديد في النظر ويلبس نظارات سميكة جداً فهو مع النظارات بالكاد يستطيع أن يرى مع وجود النظارات ما يقدر يشوف إلا شيئاً يسيراً ذهب مرة مع بعض زملاء أهلي العمر في أثناء الطواف زملاء يمسكونك فمرة يصدم في امرأة مرة تلتفت عليهم مرة يضيع عنهم تعد تعد نفسياً ثم ذهبوا إلى المسعى هذا يريدون أن يركضوا بين العالمين وهو ما يستطيع ألمهم أن الولد تعد تعداً شديداً معهم وضع صدر على حاله اللي هو فيه فقال لواحد منهم قال له يا أخي لو سمع فيه ترامس ماء زمزم في المسعى قال نعم قال طيب أوقفني عند واحد من هالترامس أخذه من يده وأوقف عند أحد ترامس ماء زمزم جاء صاحبنا وأخذ الكأس وقرب عن مكان صد الماء وجعل يتلمسه لحد ما رأى وصاحبه واقف فوقي ينتظر يخلص حتى يكمل به ثم صب له من ماء زمزم ورفعه هذه وقفت عليها بنفسي القصر ثم رفعه ماء زمزم لما شرب لهم مثل ما قال نعم عليه الصلاة والسلام فرفعه قال اللهم يا زميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنحل لما دعاه يا ذجل اللهم أرد علي بصري بسم الله وشرب يقول صاحبه يقول أقسم بالله يا شيخ أنها انتهى من الكأس وقال الله أكبر وضرب بالكأس في الأرض ونزع النظارة وألقاها على أرض وانكسرت قلنا لي يا فلان تكفى كلش إلا النظارة يدفن التعب عليهم كلش قال أغناني الله عنها قالوا كيف قال رد الله بصري قالوا ها كم هذي قال هذه سبعة هذه تسعة كم الساعة أكس ساعة سبعة ويرد الله عليه بصرة في لمحة عين